السلام عليكم شبابش أخباركم عساكم بخير إن شاء الله تكونوا بألف صحة وسلامة أبل تصدر iOS 13.7 وراح نخبركم تفاصيله وإذا يستاهل تحثوه ولا لا والخبر الأهم أكيد تمت أكيد أمس قلنا لكم أنه في منتصف سبتمبر راح أبل تصدر عدة منتجات والأكيد 8 سبتمبر مساء في أخبار حلوة بإذن الله راح تعجبكم كل هذا وأكثر في فيديو اليوم لكن قبل لا نبدأ إذا كنتم من عشاق تقنية وعشاق شركة أبل فكروا في الاشتراك في القناة لأننا دائما نسوي مثل هذه الفيديوهات خلينا ندخل في التفاصيل أمس المساء تقريبا ساعة عشره بتوقيت سلطنة عمان أبل نزلت تحديث iOS 13.7 حق كل جهزة من iPhone 6S لحد iPhone 11 Pro Max هذا التحديث يضيف تحسينات بسيطة من بينها النظام راح يدعم تنبيهات أبل للحد من انتشار فيروس كورونا طبعا هذا النظام راح يكون مدعوم بدول متقدمة راح ينبهك إذا كان في شخص قريب من عندك وفي الفيروس أو مخالط مصابين بهذا الفيروس بالإضافة إلى عدة إموجيس جديدة مثل ما تشوفوا في هذه الصور وبالإضافة إلى خاصية حلوة جدا للأشخاص اللي يحبوا الإنتاجية واللي هي مشاركة فولدر الأيكلاود في الآيكلاود الخمسة جي بي اللي تعطيك آبل إياها في ملف تقدر تفعله في الإعدادات راح تقدر تشوف الملفات اللي موجودة حتى في الدسكتوب في الآيباد في الآيفون مدير ملفات باختصار ومرفوعات في الكلاود ما راح يضيعن تقدر الحين هذا الملف تشاركه لعدة أشخاص تبادلوا الملفات في هذا الملف بطريقة حلوة عجيبة لكن أتمنى أن أبل تزيد المساحة من 5 جي بي إلى 15 جي بي المساحة المجانية للأيكلاود عشان نقدر نستفيد من هذه الميزات بدون الإشتراك الشهري لخدمة الأيكلاود ومن المتوقع آيوز 13.7 راح يكون آخر إصدار بعدها راح ينزل آيوز 14 من أحلى الأنظمة اللي استخدمتها في الآيفون فيها ميزات رهيبة سبق وذكرناها في هذا القناة ورح نحدثكم بكل جديد حاليا وصلين بيتا 6 نسخة تجريبية السالسة للمطورين لهذا النظام أتوقع خلال أيام راح نشوف بيتا 7 وميزات جديدة راح نغطيها أول بأول هذه القناة أما الخبر الجميع اللي وصلنا اليوم أشهر مسرب لمنتجات آبل ومواعيدها يقول وصل خبر أكيد تاريخ ثمانية المساء بتوقيت عمان من ثمان إلى عشرة مساء راح تنزل منتجات جديدة في موقع آبل عن طريق بريس ريليس يعني ما بيكون في مؤتمر ما راح يكون فيه إفنت فقط بتكون فيه صحافة والتغييرات راح تكون مباشرة في موقع آبل طبعا مثل ما ذكرنا لكم خلال الأسبوعين اللي طافت الآيفون 12 ما راح ينزل في سبتمبر للأسف راح يكون فيه منتصف أكتوبر لكن آبل راح تنزل عدة منتجات ومتوقع أنها تكون سماعة آبل ايربوت ستوديو سماعة الإيربوتس العملاقة اللي راح تكون قيمة تتقل من 349 دولار بيجي لونها أبيض وأسود جميلة جدا لكنها حق الأشخاص اللي يحبوا السماعات الكبيرة بالإضافة من المتوقع أن آبل تنزل آبل ووتش سكس ومعها راح يكون آيباد اير فور طبعا إحنا سربنا كل تفاصيل هذه المنتجات الثلاث في فيديوهاتنا السابقة فشوفوها اللي حاب يعرف كل هذه التفاصيل وراح نحدثكم أول بأول بأي تحديثات راح تصير بخصوص منتجات آبل هذه السنة خلاص من تقريبا 8-9 راح نبدأ نشوف منتجات رهيبة عجيبة أكسسوارات أشياء رهيبة ففعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد أول بأول هذا كان الفيديو لهذا اليوم أتمنى أنكم استفدتوا وشكرا لكم على المتابعة ولا تنسوا تعملوني سبسكرايب إذا كنتوا جدد في القناة شكرا للمتابعة ولحد الفيديو القادم أشوفكم على خير بإذن الله